مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادين ديروا فيها واحد للجولة في الحاضقة البوتاجي نمغو اين اللي عدنا في الفيرما دا كل مرة درت لكم جريضة تانية دبا غادين بدأوا بجريضة تانية ولا اللي بغي موهما دو غير تسميات غادين شوفوا شنو ما الحواج لي زرعناه مصدقولينا شنو ما الحواجي مازال كان وجدو لهم غادين نوريكم غبي دمون واحد لاسيغ اللي بريكولاج يعني مزيج سبا ينبغي سيغ ولكن موهما قدرنا ان احنا نخرج من هشي حويجات وهذا الشي اللي كاين غير بش نقول لكم دابرا هشي ساكت طيح لوقيت اللي كنت صورت لكم لتوغ الجولة في الحديقة ما كانتش ساكت طيح بالعكس كانت الارض ييابسة دابرا هشي ساكت طيح ما كنت نوريكم غير شي حويجات ديال هاد الوقيت الزوينة اللي انا كنموت عليها شوية ديال الغيس شوية ديال التراب مفازق وهذا الشي اللي كاين وغادي نبدأ الفيديو على بركة الله انا كنت نشبه موسيقى 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 والداليل بلا راشة قطيح كنت كنت مش شاف الغيس انا جئت وقفت هنا لكي نصور لكم هذا العسينة والتربية حتى هنا ها نتوما المنظر من هاد البوليسة هادي ذاك شي جميل و الغيس قاعد تلمو بعدها تصبت نسكين تكرفز شوف تحل المسكين تحل الحمد لله بما كدخش المام خاصني شي بوت حقيقي كان عندي واحد وتتقبلي زيتنا سوف نبدأ في الحديقة من الأول ديال البوتاجي كما ترون هنا سوف نرى كل ما زرعون فيها هنا يوجد شجر الأساسي الذي يزرع الكرموس و في كل صف ما بين الشجر سوف نزرع الخضراء هنا يوجد القوق القوق البلدي والعادي قبلها تجنيت شي حاجة و خليتها نفضل سوف نرى سوف نرى كما ترون هنا يوجد القوق البلدي هو صغير و بالنسبة لذلك الزراعة الذي نزرعه من الشجر اسمتها سوف نرى كما ترون و الأن يوجد كما ترون الكرموس و الريحة تكون جيدة و في هذا الفيديو نحييه لأنه يحمقوا على الكرموس و الأن يوجد هذا البنده الثالثة هي بقية خوية لأنه يحتاجون لأنه يحتاجون لأرض و نضع لما نضع لأسفل و الزراعة و هنا في هذه البلاثة سوف نزرع و صفف الأخرين سوف نضع سوف نضع لهم فلفل العمل و سوف نضع هذه البنده كما تلاحظون و بالنسبة لذلك سوف نزرع بقية بقية صغيرة لا يوجدها ولكن يجبوني الريجوم تحت الأرض لأنه يجبد و سوف نشاركها لم تلتج و أنه يأكل على شرطة آه ميد ميد أكبر نحن نضع سوف نضع لأنه ننطل سأشعر سوف نضع سوف نضع هذه الأرجمة من قولة ويجب أن أكلهم خضر في شلاطة ويجب أن أكون لديهم هنا في هذه البنده نضيف سوهلة ويجب أن نتأكدون بسوهلة ويجب أن نزرع بقا خاوية سوف نترعون فيها إن شاء الله في الفلات ويجب أن نضيف صف البتخ وصف الفقوس وصف الخيار كما ترون يجب أن تحافظوا على زرعات المزروعات كيكور بيتاسي لا يجب أن تخلطوهم في الصففة لكي لا يجب أن نضيف خالط ويجب أن نضيف خالط ويجب أن نضيف خلط المزروعات ويجب أن نضيف خلط المزروعات ويجب أن نضيف خلط المزروعات سوف نشرح عليكم في الفيديو لاحقا ان شاء الله ولكن هذه المسألة وهذه التكنيك رافيها فوقيد كثيرة بالنسبة للمزروعات وهذه ما بين البرنسيب الاغرو ايكولوجي و البرمكولتور يعني الزراعة المستدامة و الزراعة الايكولوجية هذه البنضة التي تشوف وراها خاوية يلا كنقضوها وعندنا لها الصدراء خليناها تماما ماشي مشكلة غنحيدوها من بعد وهنا يقدرنا شوية ديال الحبق البازيلي كهدا الفغياتي ديالو اففاي لغش كيجيزوين في الطياب صراحة كيجي بنين وما زال عندنا دوتخ فغياتي في البلاتو اللي غادي نزرعوهم ان شاء الله تخي بيانتو هنا هاد البلاصة هدي كما كتشوفوا رحنا ديجا حطينا لها تبن وهنا يفرحنا زرعين فلفلة وماطيشة احداها الكبال الكبال بغضون الكبال ودراء وماطيشة احداها هاد القادية ديالتبن بزاف ديالناس كيسولوني لش كدير يتبن كل شي غادي نشرحو لكم في الفيديو اللي خاصة بزراعة الايكولوجية ولا بغما كيولتوها زراعة مستدامة هنا هاد شلادة هادي راكم كتشوفوا رحب ديس كتكبر باش تدير الزريعة هما الوريقات اللي قطعتنا قبيلات خليتها خليتها في بلاصة باش تعدني الزريعة وقطعت لها الوريقات اللي محتاجهم وهنا راحنا مخلطين ما بين البسباز وماطيشة بسباز ماطيشة بسباز ماطيشة بسباز ماطيشة يعني مربعة خمسة البصلات في كل بلاصة كيدوس لها القوتاكوت في كل تقبة ديالتيو اللي كتعطينا الماء والبصلة كل مرة راحنا كنعودو نزرع منها لانها كتصبر وكتكون صرفا مزيان وزائد انه كنستهلكوها العم كامل هذا اللي عندي هنا يراه المعدنوس اللي بقلينا نقص برصة في سالة ونقيتو البندل اللي حدهرها خاوية وهنا يابطاطا اللي غدي نجنيوها لانها صفي وشتاتس بالنسبة للاسيغ اللي قلت لكم فكما كتشوفو هنا يرا قدرنا نخرج منها بزاف ديال البلاطو دياللي سومي ديالزريعة ها واحد البلاطو واحد اخر عوثاني دياللي حبقرها واجد باش انه يتزرع كما كتلاحظو فرحنا نمدوه وزين الماء والقوتاكوت لقاع البلاطو اللي عدنا في هدل لاصيغة دي باش كل شي كي يكون مسقي وما ينقص شمال الماء وكل خمسة يوم ثلاثة سيمانا سكناعودو لانسيو الزريعة جديدة وبالنسبة للاسيغ اللي جنيت فهنتم كما كتشوفو لدي هنا شوية اللي قامة عندي هنا هاد الوريقة ديالشلاضة اللي غادي نستعمل همومة والباربة والبوس دو بيتخاف يعني الوريقة الصغار ديالالباربة وعندي هنا الزعتر اللي اول مرة كنجنيه اول مرة كنجري الزعتر ديالنا ما عارش وش كي تكلها كخضر او لخصنين يبصوا والبيض تبارك الله والفيديو ديال هاد نهار سالات جئس بار انها ستكون اشبازكم بارتاجيوها مع الناس كي سان انترسي وخليو لي ديكمنتر بانسور صرف فاي تجور بلزير و التابقي كامل راكم عارفين بلا منوصيكم ترجمة نانسي قنقر